واحد يقول في موافزة شفاء المولود اعمى قال التلاميذ للمسيح هل هذا اخطأ ام ابواه حتى ولد اعمى كيف يخطئ الانسان قبل الولادة هل كانوا يؤمنون بالتناسق الارواح لا علماء الارواح اللي يؤمنوا بعودة التجسد يقولوا ان الانسان له حالة يسموها يعني قبل الوجود يعني قبل وجوده لحالة قبل كده الحالة القبل كده ربما كان موجود في حاجة تاني يعني في عودة التجسد ودي حاجة جتمة الحمود وغيره بيخرج من جسد الى جسد فهو موجود في الجسد التاني كان له وجود سابق في جسد اخر فعلماء الارواح سعد كن انهم يمشوا على علمهم لوحدهم محدش يناقشهم لكن كن انهم يدخلوا دي في الكتاب المقدس امر له خطرته فبيقولك هل اخطأ هذا الانسان ام ابواه حتى ولد هكذا يعني يقصده الاخطأ في حياة سابقة او في تجسد سابق طبعا هذا لا يمثل عقيدة مسيحية لكن التلاميذ كانت تحيانا بتجيرهم افكار مستوردة من الخير يعني ناس رحالة تجار مهاجرين بييجوا من بلاد الشرق الاقصى من الهند من الشرق الاقصى من الهند الى اخره بيجيبوا الافكار دي فهم بيقولوا هل اخطأ هذا الانسان ام ابواه زي ما قالوا ليحنى المعمدان هل انت ايلي السؤال ده مش معناه ان دي عقيدة معناها فكر عندهم في تناسخ الارواح فقال لهم لا انا لا اليهم الحاجة فالكلام ده يدل على ان افكار خاطئة وصلت الى اسان التلاميذ والسيد المسيح رد عليها قال لهم للي ولا نجد لكن لا تمثل عقيدة انما تمثل انتقال افكار خاطئة في الجو اليهودي في ذلك الحين